فاتغلبت خمسة اتنين الجمهور انتقدك يوم التاني التالت نسي او مش نسي هو متذكر ولكن عارف ان هو عنده مهمة اخرى او مهمة دائمة وهي مساندة اللاعبين انا داخل على كتساعتها داخل على مباراة القطن الكاميروني كات يوم جمعة والفرقة كانت مغلوبة يوم الجمعة اللي قبلها وحنسافر على من جنوب افريقيا للكاميرون علشان نلعب القطن الكاميروني قبل المباراة بـ 48 ساعة او بتلت ايام كل جمهور النادي الاهلي على مواقع كل الجمهور بدون استثناء على مواقع التواصل الاجتماعي التلت ايام اللي ما بعدها مباراة سانداونز كل الناس تقول لك لازم نمشي فلان ونعمل فلان بتدي بتعمل اللعيبة كده بتشد ودان اللعيبة شوية لكن التلت ايام اللي قبل المباراة كله سكت وعملوا حاجة واحدة بس مساندة ودعم لفريق النادي الاهلي اللي خليتنا نكسب القطن الكاميروني على الرغم من ضعف القطن الكاميروني ولكن كسبت القطن الكاميروني 4-0 وقدرت تعود في هذه المجموعة ربنا كرمك بأطهر الطاهر وويليمز حارس سانداونز طلع صد الكورة من أطهر الطاهر وصلت لنهاء البطولة كسبت نهاء البطولة في المغرب بمحمد عبد المناء كل ده عشان ايه؟ عشان جمهور النادي الاهلي اللي وقف في سندك ويشجعك ويقف في ظهرك ويدعمك فانت رجل كداب بتقول كلام غير صحيح بالمواقف انا بقول لحضراتكم موقف حصل مفيش في أقل من سنة ده غير مواقف كثيرة وكثيرة جدا 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 لكن يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء وهو افضل جمهور في الدنيا بالنسبة لي وبالنسبة لكل الاهلوية وبالنسبة الناس كتيرة محترمة وعارفة ماذا يفعل جمهور النادي الاهلي وبعدين هو انت مالك مالك ومال الاهلي أصلا كلم عن النادي الاهلي انتقد ادايا النادي الاهلي انت حر محدش يقدر يتكلم في هذا الامر ولكن عندما تتكلم عن جمهور النادي الاهلي اموقف وانت بتتكلم عن الجمهور اموقف وانت بتتكلم عن جمهور النادي الاهلي ده جمهور النادي الاهلي ده اقول ايه ولا ايه ولا ايه والله احنا زهقنا من هبدك زهقنا من الهبد ما هو انا لازم اتكلم برضو بصيغة السوشال ميديا شوية زهقنا من هبدك وهذه التصريحات هي اللي بتعمل فتنة وأزمة بدون لازمة وحفظة لرد عليك بالمناسبة حفظة لرد عليك لأن أنا عارف أن أنت عايز تولع الدنيا في الوقت اللي الناس كلها بتحاول أنها تعمل تهدئة عشان عودة الجمهور والنهاردة أنا بسمع في برنامج الأجبال عندنا ثلاث أجبال زي الفل وكابتن أسامة حسني جايبهم وأسامة هو بيتكلم قالك إيه قالك النهاردة مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل كان متواجد وكان حريص على تهنئة لعبت النادي الأهلي بعد فوزهم على نادي الزمالك في عقر دارو 2-0 وفضلوا قاعدين معاهم أو الأمن حواليهم لغاية لما طلعوهم الأوتوبيس وشكروهم وكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين لبيب زي ما كان حصل في وجود الكابتن بدر رجب وكابتن أحمد سليمان وكابتن محمد شوقي لما كان لعبت الزمالك بيلعبه عندنا هو ده اللي احنا بنعمله وهو ده اللي احنا بننتظره من لعبت الزمالك وجمهور الزمالك ومجلس إدارة الزمالك وهذه نغيز بعد شوية زي ما حضراتكم الحاجات اللطيفة دي بتعدي هي دي كرة القدم وهي دي حلاوة كرة القدم بالمناسبة لكن اللي انت بتعمله ده ده شغل ضد كرة القدم المصرية واستقرار كرة القدم المصرية كابتن بسيطة لو ما عندكش كلام تقوله مش لازم تطلع في التلفزيون نزهقنا لو انت المحتوى عندك مفلس يبقى ما تطلعش يا اما تقول حاجة كويسة يستفيد منها الناس يا اخي اعمل الترندات اللي انت عايزها ولكن بدون اثارة فتن ما تحاولش تعمل بطل مزيف على فكرة لو ما بتحبش النادي الاهلي ما عندناش مشكلة ان انت متحبش النادي الاهلي عايز تنتقد اداء النادي الاهلي في ان هو بيلعب وحش والله لن اتكلم في هذا الامر لان كل واحد من حقه ان هو ينتقد اداء النادي الاهلي اداء نادي الزمالي زي ما هو عايز ولكن عندما تتكلم في امور هي من صميم وعمود فقري النادي الاهلي لا لازم ارد عليك ورد على كلامك لما تتكلم على جمهور النادي الاهلي لازم ارد عليك وعلى كلامك يا كابتن عيب اللي انت بتعمله فلتقل خيرا او اللي تصمت يا تطلع في التلفزيون تقول كلام كواسي اما ما تزهقناش خليك محضر حتقول ايه على فكرة ممكن تطلع ترند وتطلع كل حاجة ولكن بدون اثارة فتة ما بين الاهلي والزمالك لانه الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي بياخدين بالهم كواس جدا من مثل هذه الامور والحمد لله الامور ماشى بشكل جدا ومجلس ادارة النادي الزمالك بالمناسبة زي ما قلت لحضراتكم النهاردة اللي حصل في مباراة 2005 حاجة محترمة جدا وهو ده اللي المفروض يحصل او هو ده الطبيع اللي بيحصل في الرياضة وفي كرة القادة لانه احنا في الاخر بنلعب كرة ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي اللي حيكسب حنطلع به وحنتبسط وحن ولو احنا ربنا كربنا وكسبنا ان شاء الله يعني هنقول حاجات لطيفة ولكن في النهاية الاحترام المتبادل ما بين الفريقين اكبر فريقين في مصر النادي الاهلي هو الاكبر ونادي الزمالك هو اتاني اكبر الاندية محدش يقدر على فكرة انا هنا ما بقولش كلام انشائي ولا كلام عشان نغيس حد لا هذه هي الحقيقة هو ده الواقع اللي بيمشي بعيدا عن كل هذه الامور فعشان كده انا بقول لحضراتكم عايزين الفترة اللي جاية لا تحتمل هبد بقى او اثارة فتن زي ما هناك البعض بيعمل يعني اتمنى ان تنتهي هذه الامور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا